بين هذه القمم الجبلية وعلى صدحات النشيد الوطني التي تعلوها ما السحاب يبدأ الطلبة في جبل السراه بولاية عبري يومهم الدراسي ينهلون من العلوم ويمارسون مختلف الأنشطة والمهارات الفردية في هذا الصرح التعليمي الذي أنشأته الحكومة لخدمة الأهالي من ولايات عبري والحمراء والرستاق في هذه الأرجاء على الرغم من قساوة الجو في جبل السرا ولكن رغم كل هذه القساوة نحن نبادر ونتعلم ونقيد ونقتهد في تعلمنا وخاصة في بعض المواد الدراسية كمادة الفنون التشكيلية فنقوم بالتعبير عن ما نراه في الطبيعة مدرسة جديدة ما شاء الله ما كسرت ووفرت لنا كل شيء وفي غرفة الفنون التشكيلية أستاذ بفرنا كل شيء يعني نحتاجه هو يعطينا أيها شهيدة المدرسة الجديدة على أرض مساحتها ستمائة وثمانين مترا مربعا وتضم أربعة عشر فصلا دراسيا وقاعات إدارية وأخرى للهيئات التدريسية بالإضافة إلى مختبرات للحاسوب ومصادر التعلم والعلوم والمواد الأخرى كما زولت المدرسة بأنظمة للتكييف تتوائم مع ظروف وطبيعة الجبل ويضم المبنى الجديد مصاعد كهربائية وأنظمة للمراقبة بالإضافة إلى مرافق رياضية وملاعب وسكن مجهز للهيئات التدريسية الطلاب حسوا الفارق ما بين المدرسة السابقة والمدرسة الحالية من ناحية أولا يمكن المواد المستخدمة والأجهزة والتقاناة الحديثة لنقلت من التعليم التقليدي إلى التعليم الحديث والمعاصر هذا بدور وخلق جيل قارر على التعاون مع التكنولوجيا ومع العاصر الحالي وتعد المدرسة مركز إشعاع للمجتمع المحلي حيث تشهد إقامة العديد من الأنشطة والفعاليات الأهلية والتطوعية والمؤسسية وتعد هذه المدرسة الجديدة من المشاريع التنموية في هذه المنطقة لخدمة سكان الجبل محمد بن سعد العلوي محافظة الظاهرة